حقيقة هذا الموضوع أول ما بدأ العام الدراسي عندنا كان أنه لقاء مع دولة رئيس الوزراء لجنة التربية برئاسة هو بكل أعضاء فذهبنا قعدني من دولة الرئيس وكانت المشكلة مطروحة أول مشكلة هي مشكلة بالأبنية المدرسية لأنه لحد قبل سنتين عدم مشكلة حقيقية في إيجاد الأبنية المدرسية والعراق محتاج إلى عشرة آلاف مدرسة يعني عشرة آلاف مدرسة المفروض عدى أقليم كردستان لا لا بس إحنا يعني آنا خصيحانا حافظات عدى أقليم كردستان وعدهم وعدهم متطلباتهم تختلف نحن محتاجين إلى عشرة آلاف مدرسة عشرة آلاف مدرسة إذا نشتغل بالسنة الوحدة دعنا نسوينا 1,000 مدرسة هميا على مدى خمس سنوات يالله تنحال هذه المشكلة ولكن بالحقيقة دولة رئيس الوزراء ركز على هذا الموضوع وكان هناك بناء وبشكل متصاعد من قبل محافظة بغداد ايضا اخذت بعض المدارس ووزارة الاعمار والاسكان شركة الفاو صار اكو حملة كل الشي قوية وانجزت مدارس كثيرة واليوم احنا نشوف كل شهر اكو افتتاح لخمسة او ست مدارس او عشر مكرق ورصافو يعني بدأت تبين انه بدأ عندنا شوية ملف المدارس والابنية المدرسية بدأ يخف اكثر يعني بشكل مهم جدا الحقيقة هذا وهذا ايضا همينا بناء المدارس ايضا همينا خلقنا مشكلة وازمة انه اكو مدارس اندمجت على بعضها وصار بها دام ثنائي او ثلاثي ولكن ما تحمل احنا نقول فالسنة يتحمل سنتين الطلاب يتحملون الى حين ما يكتمل العدد اللي مطلوب ويصير الطالب يقعد بمدرسة يعني جيدة